ملخص كتاب معجزة الصباح العادات الست لتغيير حياتك قبل الثامنة صباحا من النادر أن تتجاوز مستويات نجاحنا مستوى تطويرنا الذاتي لأن النجاح ما هو إلا شيء ننجذب له لنصبح ما نحن عليه هناك ست عادات غير محدودة بزمن للتطوير الذاتي لو طبقت كل صباح سوف تصنع تغييرات معجزة في حياتك السكون إذا أردت أن تخفف من مستويات التوتر لديك في الحال ابدأ كل يوم بشيء من الهدوء والصفاء والطمأنينة مما يتيح لك أن تبقى مركزا على ما هو مهم في حياتك افعل خلاف ما يفعله كثيرا من الناس ابدأ كل الصباح بفترة من سكون ذو معنى بدلا من تفقد هاتفك لترى ماذا يحدث في العالم تفقد نفسك عن طريق بداية يومك بفترة من التأمل الواعي عندما تبدأ الصباح بالتأمل سواء كنت قاعدا أو ماشيا فأنت تؤسس بذلك نقطة مرجعية من الهدوء والطمأنينة لبقية اليوم فكر في التأمل الصباحي وكأنه شمعة داخلية تستخدمها للبحث عن راحة البال خلال يوم مزعج ومضطرب تأكيد الذات تكرار التأكيدات هو ما يقود إلى الاعتقاد فعندما يصبح ذلك الاعتقاد قناعة راسخة فإن الأشياء تبدأ في الحدوث فكر في تغيير تريد أن تقوم به وعبر عنه كالتالي أنا اسمك سوف أصبح التغيير الذي تريده كرر التأكيد بصوت عالي وبقناعة قوية التأكيد يكون الاعتقاد الاعتقاد يقود للعمل العمل يقود للتقدم التقدم يقوي الاعتقاد يجب أن تتوقع أشياء عظيمة من نفسك قبل القيام بها التخيل كن كالمتزلج من علام حدر والذي يتخيل نزوله من أعلى الجبل ويقوم بكل عطافة بشكل متقن تخيل نفسك تقوم بالعمل الذي تريد القيام به اليوم لتصبح الشخص الذي تطمح أن تكونه فعندما ترى نفسك تقوم بمهمة ما في عقلك فأنت تجعل من السهل القيام بهذه المهمة في وقت لاحق من اليوم لأن التخيل يشعل ويقوي الدوائر العصبية والتي ستستخدمها لإكمال المهمة خلال الأشهر التي قضيتها في كتابة الصباح المعجزة كنت أتخيل نفسي وأنا أكتب بكل ارتياح واستمتع بعملية الإبداع ومتحررا من الضغط والخوف والمصاعب التي يواجهها الكتاب التمارين الرياضية عندما تزيد من معدل ضربات قلبك عند القيام بالتمارين الهوائية فأنت تساعد على إطلاق الكيمياء العصبية في جسمك مثل الدوبامين والنور إبنفرين وعامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ والتي تزيد من قدرتك على التركيز بشكل كبير خلال اليوم يقول جون ريتي الباحث في كلية هارفرد للطب جرعة من التمارين الرياضية يشبه تناولك لمنشط الريتالين لكي ينجح الإنسان في الحياة منحه الله وسيلتين التعليم والنشاط البدني لا ينفصلان عن بعضهما البعض فأحدهما للروح والآخر للجسد وبهذه الوسيلتين يستطيع الإنسان الحصول على الكمال القراءة بعد سكون هادف وتأكيدات وتخيل وتمارين رياضية يصبح دماغك جائعا للتعلم التقط كتابا في تطوير الذات وابدأ القراءة أي كان من مجالات الحياة تريد أن تطورها العلاقات الصحة الحالة المادية السعادة ستجد كتابا يرشدك فالكتب من أغنى مصادر المعرفة المختارة وعالية الجودة تصفح كتابا كل صباح لتجد فكرة واحدة عظيمة قد ترتقي بحياتك الكتابة أكتب أفكارا كبيرة وقم بعمل عصف ذهني لطرق تستخدم فيها هذه الأفكار في حياتك لو على سبيل المثال أنك تستعد لاستعراض أدائك الوظيف مع رئيسك سجل بعض من أساليب التفاوض على المرتب من إحدى كتب التفاوض وخطط بالضبط ما سوف تقول أثناء التفاوض والذي سيكون فيها المرتب جزءا من مراجعة الأداء الوظيفي عندما تدون أفكارا وخططا للتنفيذ فأنت بذلك تزيد بشكل كبير إمكانية الاحتفاظ والعمل على درر الحكم التي اكتسبتها الصباح الناجح والأكثر إنتاجية وتركيز يخلق أياما ناجحة وأكثر إنتاجية وتركيز والتي حتما ستخلق حياة ناجحة وبنفس الطريقة ذلك الصباح العادي والخالي من الإنتاج والتركيز سيخلق أياما عادية خالية من الإنتاج والتركيز مما ينتج عنها حياة متدنية موا أتوتو آني آم موسيقى موسيقى موسيقى